ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دعوة بصر للتهدئة في السودان وجهود الدولة في إجلاء المواطنين المصريين من السودان وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي إن المجلس يؤيد مبادرة الرئيس السيسي لأن تكون هناك تهدئة في السودان استقرار السودان جزء من استقرار مصر وأحنا طبعا بنشيد بتدخل الرئيس عفتاح السيسي بشأن قضية السودان وبشأن الأزمة السودانية وطبعا حرصه على أنه يتم إجلاء المصريين من السودان بطريقة آمنة وأيضا عدد من الرعاية من الدول الصديقة أيضا نحن ندعو في مجلس أمناء ونؤيد رؤية الرئيس في أن يكون هناك تهدئة وفي هناك حوار بين القوة المتنفسة والقوة التي بينها وبينها بعض مشاكل نتمنى أن هذا يتم في أخرى بوقت ممكن